اشتركوا في القناة ملوك الصلاة مبروك على جماهير النادي الاهلي البطولة وبإذن الله ان شاء الله ينقصنا فرحتين بإذن الله ان شاء الله قريب جدا نحتفل ببطولة أفريقيا لكرة القدم بإذن الله ان شاء الله موقعة الاهلي والترجي ومن بعدها ان شاء الله مع بداية موسم جديد يكون لنا لقاء مع السوبر وصلنا كاس العالم وصلنا كاس العالم مش في انتظار الاهلي والترجي الاهلي خلاص تأهل بالفعل مشاركة في كاس العالم لكن ينقصنا بطولة أفريقيا والتكة التانية اللي نقصانا الاهلي في البسكت ان شاء الله وفي البال في الدور النهائي طبعا البطولة اللي هتصادفها رواندا يضمن لنا ان شاء الله المشاركة فيه كاس العالم عشان يبقى عندنا فولي وهانبول وبسكتبول وكرة قدم كلهم بيشاركوا بيمثلوا مصر وافريقيا في موسم استثنائي للنادي الاهلي على مستوى المشاركة العالمية ونتمنى طبعا لكل فرقنا ولكل ابطالنا كل التوفيق والنجاح عشان سعدوا في الاخر جماهيرهم العريضة اللي مقدمة حلقتي النهاردة يمكن متوجهها عشانهم وليهم خليني بس اقول قبل ما اخش في تفاصيل حالة وقول لكم موضوعاتنا النهاردة طبعا تركزنا بشكل كبير هيكون على مطش الاهلي والاسماعيلي لكن خليني اقول ان الموسم ده بتهياء اللي هو الاهداء الانسب والامثل الروح العمري فاروق ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة يا رب لكن اعتقد انه في حالة كده عايشها يعني رياضات الاهلي او اللعاب المختلفة في النادي الاهلي محققين 18 بطولة لغاية اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها دلوقتي بينهم طبعا اتنين في مختلف الالعاب يعني مش عايز اقول مين حقق ايه لكن انت بتكلم على 18 لقب ونجاح صحق للاهلي على كل المستويات مش بس في مصر لكن افريقيا ان شاء الله باذن الله يكون فيه كمان البطولة رقم 11 باسكت والبطولة رقم 20 باذن الله كرة القدم عدنا يوم 18 في لقاء الزهب